السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا للدرسة 84 من رياضيات الصفقة الثالث ترمي تاني كتاب قطر الندى نمزجة كسور زيتا باست اكبر من واحد تعالوا نشوف كده التدريبات دي كنا نواخدانها في سنة تانية ان شاء الله تفتكرها بسهولة بيقولي قام معلم بعمل اختبار قصير من 10 درجات وكانت النتائج كما بالجدول التالي دي درجات الطلاب ودول عددهم يعني جدول ده كده بعدد الطلاب والارقام دي دي درجات الطلاب استخدم البيانات السابقة في اكمال التمثيل البياني بالنقاط ثم اجب عن الاسئلة اول حاجة انا همثل هنا على خط الاعداد الدرجات اللي جابوها الطلبة فيه جاب خمسة فيه جابو ستة فيه سبعة فيه تمانية فيه تسعة وفيه كمان عشرة الاكسات دي الاكسات دي كل اكس فيها بتلميذ كل اكس فيها بتلميذ فتعالوا نشوف كم واحد جاب خمسة كم تلميذ جابو الدرجة خمسة واحد اتنين تلاتة تلات تلاميذ طيب كم تلميذ جابو الدرجة ستة هدور على رقم ستة هلاقيها اتنين فعملنا اكسين كم تلميذ جاب سبعة فهنكتبهم هنلاقيهم خمسة كم تلميذ جاب تمانية ومش كاتب لي بقى تمانية وتسعة وعشرة فانا طلعتهم من الجدول دورت كم واحد جاب تمانية لقيتهم تلاتة كم واحد جاب تسعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة لقناهم ستة كم واحد جاب عشرة لقناهم في الجدول اتنين عشرة جابو اتنين تمام كده وببدأ بقى اشوف الاسئلة اللي هو مدهل بيقولي ما عدد التلاميذ الحاصلين في الاختبار على ست درجات اروح عند ستة الى اتنين فاكتب له اتنين ما عدد التلاميذ الحاصلين في الاختبار على درجات تسعة كم واحد جاب تسعة ستة فهكتب ستة كم يزيد عدد التلاميذ الذين حصلوا على سبع درجات عن الذين حصلوا على تمانية وعايز يعرف الفرق ما بين اللي جابه تسعة واللي جابه سبعة واللي جابه تمانية فهقول اللي جابه سبعة كانوا خمسة واللي جابه تمانية تلاتة فبقول خمسة ناقص ثلاثة بتساوي اتنين يبقى الفرق ما بينهم تلميزين عدد التلاميذ الحاصلين على درجة اكبر من تمن درجات فبروح مين الاكبر من التمانية التسعة والعشرة فبشوف كم تلميز هنا ستة وهنا اتنين يبقى تمان تلميز هنا 6 تلاميذ هو عند التسعة وفيه التلميذين عند العشر يبقى عندي 8 تلاميذ طيب هنا بيقولي لاحظ التمثيل البياني بالنقاط التالي الذي يمثل أعمار التلاميذ المشتركين في مسابقة السباحة ثم أجب عن الأسئلة اللي شركه في مسابقة السباحة عند سن 7 سنين كان عندي 3 تلاميذ سن 8 سنين 1 2 3 4 5 تلاميذ عند سن 9 سنين تلميذ 1 ولد 1 أو طفل 1 عند سن 10 سنين طفلين عند سن 11 سنة 4 أطفال طيب عدد التلاميذ الذين يزيد أعمارهم عن 10 سنين اللي أكبر من 10 سنين كم 1 4 فبكتب 4 تلاميذ عدد التلاميذ الذين يقل أعمارهم عن 10 سنة ويتأقل من 10 عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قلو 9 تلاميذ بعد الكل الأصغر من 10 حل الإجابة التلميذ الآتية وحدد الخطأ وحل المسألة بنفسك وهو جاوب إزاي بقى التلميذ اللي جاوب المسألة قال عدد التلاميذ المشتركين الذين أعمارهم أكبر من 9 سنوات هو 7 تلاميذ أكبر من التسعة العشرة والحداشرة 1 2 3 4 5 6 هو أي 7 تلاميذ إيه الخطأ اللي عملوا؟ إنه قام بعد تلميذ زيادة هو عد تلميذ زيادة طيب الحل الصحيح إيه؟ الحل الصحيح إن عدد التلاميذ في سن 10 سنوات كانوا 2 وعدد التلاميذ في سن 11 سنة كانوا 4 إذن 2 زيادة 4 بساوي 6 تلاميذ وليس 7 تلاميذ فهو بس حط إيه تلميذ زيادة طيب هنا بقى بيقول لي نمزجة كسور الوحدة باستخدام أكثر من طريقة مثل الوحدة المجموعات وخط الأعداد دي الوحدة ودي المجموعات وده خط الأعداد هنا عايزي مثل الربع السولس فلون لي الأول رسم الدايرة عملها 3 أجزاء لون جزء واحد عمل لي مجموعات لون دايرة واحدة وعمل خط الأعداد هنا قسمه إلى 3 وقال لي إن الجزء الواحد بيسوي تلت طيب إحنا عايزين نكمل بقى الربع فنهقسم الدايرة إلى أربعة ولون ربع واحد أربع دوائر هلون منهم دايرة واحدة خط الأعداد مقسم إلى أربعة عندي جزء الواحد بيسوي ربع السودس أو قسمت إلى الدائرة إلى ستة تلاتة فوقهم واحد اتنين تلاتة وتلاتة تاح لونت دايرة واحدة من الست دوائر وقسمت خط الأعداد إلى ست أجزاء طبعا إنتوا بقى إيه يعني أنا عشان أسرع وأخلص الحل بسرعة وأرفع الفيديو فبقسم أي حاجة بسوان مفروض التقسيم يكون متساوي يكونوا ست أجزاء يكونوا متساويين فمعليش بقى عشان الوقت وعشان يعني قلت الوقت الفاضي عندي فبقسمها بسرعة كده أي جزء يعني زي ما بتيجي بقى معي تيجي صحي تيجي غلط المهم إن إحنا إيه نعرف إن دي سودس ونها مقسمة إلى ست أجزاء بس المفروض يكونوا متساويين التمن قسمت التمن بقسمها بالنص وفوق أرسم أربعة وتحت أربعة وبلون واحدة عندي هنا ثمن دوائر بلون منهم واحدة هنا بقسمها برضو إلى ثمن أجزاء وبقول على الجزء الواحد ده طم طيب هنا برضو بيقولينا مزاجات كسور زيتة بسط أكبر من الواحد البسط بقى هنا أكبر من الواحد يعني عايزني أرسم أربعة على ستة فبرسم ست يعني الشكل يكون في ستة واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة أستة بلون منهم أربعة الشكل هنا ستة بلون أربعة هنا بقسم خط الأعداد إلى ست أجزاء بلون برضو أربعة اثنين على تلاتة بقسم الجزء لتلاتة بلون منه اثنين يعني التلاتة دي اللي هي في المقام هي التأسيمة الاثنين اللي في البسط هي الألوان لولنا اثنين من الثلاتة هنا برضو قسمناها لتلاتة وقلت ظللنا اتنين اجزاء من تلاتة ظللنا اتنين خمسة على تمانية قسمنا الشكل الى تمان اجزاء لوننا منهم خمسة نفس الحكاية هنا برضو لوننا خمسة هنا ظللنا خمسة من تمانية فقلت تم تزليل خمس اجزاء من تمانية تلاتة على اربعة لونت تلاتة وهنا لونت تلاتة من اربعة وهنا قسمتها لاربعة ولونت برضو تلاتة وقلت تم تزليل ثلاث أجزاء من أربعة نفس الحكاية هنا برضو بيقولي ارسم نمازج الكسور التالية ثم قارن باستخدام أكبر وأصغر كما بالمثال عايزني طومن هنا مقسم هالي الثمانية عايز طومن فبنلون واحدة بس هنا أربعة على الثمانية فبلون أربعة من الثمانية فطبعا الطومن بيكون أقل من الأربعة على الثمانية وهنا يعني نكملها بعد كده أقول لكم استنتجنا إيه اتنين على أربعة قسمتها الأربعة لو أنت اتنين هنا ربع قسمتها على أربعة لو أنت ربع واحد فهنا بقول إن الربعين أكبر من الربع ستة على سبعة لوننا ستة من السبعة هنا أربعة على سبعة لوننا أربعة من السبعة فقلت ستة على سبعة بتكون أكبر من أربعة السبعة تلاتة على عشرة قسمناها العشرة وهنا قسمناها العشرة هنا لوننا تلاتة وهنا لوننا سبعة فقلت هنا إن 3 على 10 أصغر من 7 على 10 7 على 12 قسمناها للتناشر وهنا برضو قسمناها للتناشر هنا لولنا 7 هنا لولنا 5 فقلت 7 على 12 أكبر من 5 على 12 إيه اللي استنتجنا من هنا؟ استنتجنا إن كل ما يكون البسط أكبر أو كبير فبيكون هو الأكبر البسط كل ما يكون أكبر فبيكون هو إيه؟ فبيكون هو الأكبر أما المقام زي ما خدناها المرة اللي فاتت لا المقام كل ما بيكون أكبر كل ما بيكون هو الأصغر طيب هنا أرسم نمازج مختلفة للتعبير عن الكسر 3 على 10 كما بالمساء 7 على 10 هنا عايز يعملها بكذا شكل فعملناها بشكل الدائرة لونا 7 من 8 عملناها بشكل النسططيل أو الشرائط عملناها بشكل مربع عملناها على خط الأعداد فهنا هنعمل نفس الشكل بس التأسيمة هتكون 3 على 10 بقسمها العشرة وبنلون 3 هنا نفس الحكاية بنقسمها العشرة وبنلون 3 دي مش واحدة دي أنا كنت برضو مش مقسمها عدل يعني أنا إيه التأسيمة مجاتش معايا مظبوطة لإني بقسمها من غير مصطرة فمجاتش مظبوطة هنا برضو عملت نفس الشكل شبه ده بس زودته يعني بدلا ما هو 8 خليته عشرة نفس الحكاية قسمناها العشرة ولوننا 3 قيم تفلك المفروض بقى الطفل ولا هحل دي لوحده ارسم نمازج الكسور التالية ثم مقارن باستخدام أكبر وأصغر هنا مقام 7 فقسمناها لسبعة لوونا 2 هنا برضو 7 فقسمناها لسبعة ولوونا 3 فقلنا طبعا 2 على 7 أصغر من 3 على 7 ارسم نمازج للكاسر 3 على 4 مستخدمة دائرة ومربع وخط الأعداد رسمنا دائرة ورسمنا مربع ورسمنا خط الأعداد الدائرة قسمناها على 4 والمقام لوونا منها 3 المربع نفس الحكاية رسمناه قسمناها على 4 ولوونا 3 وخط الأعداد نفس الحكاية قسمناها على 4 لوونا 3 اكتب الكسر المعبر عن الجزء الملون ثم قارن باستخدام أكبر وأصغر هنا هما 5 لوونا 2 يبقى 2 على 5 هنا 5 لوونا 1 يبقى 1 على 5 يبقى 2 على 5 أكبر من 1 على 5 هنا 8 وقسمناها ل8 وهنا قسمناها ل8 هنا لوونا 3 هنا لوونا 4 يبقونا 3 على 8 أصغر من 4 على 8 وده كان الدرس 48 84 ان شاء الله اشوفكم مع الدروس القادمة من 85 حتى 87 قراءة ومقارنة الكسور الاعتيادي وتمثيلها على خط الأعداد بشكركم جدا واتمنى ان انا اكون سهلتكم سهلتلكم الدرس وشوفكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته